في ظل ارتفاع سعر العقار أصبح المواطن البابلي يحلم بالحصول على دار يسكنه وسبب غياب البدائل الحكومية يعاني أهل محافظة بابل من ارتفاع سعر العقار حيث أصبح المواطن يحلم بشراء منزل لاحتوى عالته في ظل الاظترابات المستمرة في سعر الدولار وهو ما يزيد من معاناة المواطنين لتتعالى الدعوات المطالبة بحلول حكومية لهم السوق التهب نار العقار التهب نار ما نعرف شن السبب بسبب الدولة بسبب هاي الحكومة قاعد تشتري العقارات بمليارات ما نعرف هاي الفلوس ما يجيبوها حرقه المواطن الفقير بعد ما يقدر يشتري الى 100 مدر ما يقدر حاليا ليش لان قاعد تجيبوها 20 مليار 25 مليار اشتري القيران كلها وفصلها وقاعد يبيع براحتها زيان ما قاعد نعرف شن السبب البابل لازم سألون حل بأسرع عوقت البابل زيان لان عقار احترك زيان يعني هاي الفقير ما يقدر يشتري الى 50 مترا وتفتقر محافظة بابل إلى المجمعات السكنية التي ترعاها الدولة للحد من أزمة السكن على الرغم من الموازنات الانفجارية التي حصلت عليها الحكومة المحلية لترتفع نسبة العشوائيات والمشردين في المحافظة قد تشوف انه في باب الهنانة مثلا ارتفاع في نسبة العشوائيات لانه بسبب ارتفاع العقار ماكو احد يسيطر عليه ولذا يكون الخيار الاخر هو الالتجاء الى العشوائيات والبناء غير الامن خلنا نسميه بهذه الصورة مع العلم انه نسمع بعض المجمعات السكنية اللي موجودة اليوم متداولة وما نعرف المنهج ويأمل المواطنون في شراء قطعة ارض اللهم لكن هذا الارتفاع الحاصل في الاسعار يعد حجر عثرتين امامهم سن العوادي والنيوز بابل